اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب لاستعراض عدد من ملفات العمل واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع تقريرا حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021 حيث أشار إلى نصافية تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة حقق ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019-2020 حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3% بمقدار مليار و429 مليون دولار موضحا أن هذه المؤشرات تأتي اتساقا مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولية والتي أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموا سنويا خلال الأعوام الأربع المقبلة